السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أطفالي الأعزاء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير والحمد لله سنتعرف اليوم يا أطفالي على حرف جديد من الحروف الهجائية هل أنتم مستعدون؟ نعم نعم هيا بنام انظروا إلى هذه الصورة ما الذي تشاهدونه فيها يا ترى؟ أنا أشاهد ولدا يقف تحت المطر وأنا أشاهد جمل هذا رائع أحسنتم هيا معا نقرأ الجملة شاهد جابر جملا تحت الشجرة يشرب ماء قال جابر ماء المطر عفب رائع والآن يا صغاري يا ترى ما هو هذا الحرف الذي تكرر باللون الأحمر؟ هل تعرفون؟ انظروا جابر جملا الشجرات جابر آه إنه حرف الجيم يا معلمتي أحسنتم هذا هو حرف الجيم أنظروا اسمه جيم وصوته ج أليس كذلك؟ ولكن من منكم يعرف كيف يكتب حرف الجيم؟ هيا بنا لنتعلم معا انظروا نبدأ من نقطة البداية نرتفع بشكل منحني قليلا ثم إلى اليمين ونذهب إلى اليسار أيضا بشكل منحني وإلى اليمين من أسفل السطر هكذا ولا ننسى هناك نقطة في الوسط أحسنتم إذن هذا هو حرف الجيم هذا رائع تعالوا لنتعرف على أشياء جميلة مع حرف الجيم والآن يا صغاري انظروا لهذه البطاقات هيا بنا لنقرأ هذه الكلمات جمل شجرة تاج ثلج هذا رائع هل لاحظتم أن حرف الجيم يختلف شكله باختلاف موقعه في الكلمة؟ أحسنتم هيا بنا لنتعلم كيف يكتب حرف الجيم في مواقعه المختلفة؟ انظروا معي هذا هو حرف الجيم المتصل ويكتب هكذا نبدأ من نقطة البداية نرتفع إلى أعلى قليلا بشكل منحني ثم إلى اليمين باتجاه السطر ثم نذهب إلى اليساري بشكل مستقيم أحسنتم ولا تنسوا ماذا؟ النقطة هذا رائع إذن هذا هو حرف الجيم المتصل ماذا عن حرف الجيم المنفصل؟ أحسنتم هذا هو حرف الجيم المنفصل هيا لنبدأ الكتابة كما تعلمنا قبل قليل من نقطة البداية ونكتب حرف الجيم هكذا ولا تنسوا هناك نقطة في الوسط انظر يا صغار هذا هو حرف الجيم المنفصل والآن حان دور حرف الجيم عندما يزور بيت الحركات القصيرة صوته يصبح مختلفا في كل مرة هيا لنستمع إليه انظروا جا جا جزر مع الفتحة را جو لن رجل مع الضمة جي جي جذع مع الكسرة هذا رائع والآن ماذا عن حرف الجيم مع المدود؟ انظروا جابر جابر مع آ و جو هن جو مع أو رائع وماذا عن الصورة الأخيرة؟ جي را نن جي أحسنتم مع إي كم هذا ممتع حقا؟ والآن والآن تعالوا لنلعب لعبة تركيب المقاطع الصوتية هيا بنا جا زا رن جزر جزر أحسنتم وهذه الكلمة نريد أن نحللها يا ترى إلى كم مقطع صوتي؟ سنحلل كلمة ثل جن فكروا معي هيا بنا لنصفق ثل جن هذا رائع إلى مقطعين صوتيين ثل جن كم هذا رائع حقا؟ اللام لأنها ساكنة وهادئة تذهب مع الحرف المتحرك الذي قبلها أحسنتم يا صغاري انتهى درسنا لهذا اليوم لقد تعلمنا عن حرف الجيم الكثير من الأشياء هل استمتعتم يا صغاري؟ نعم نعم يا معلمتي استمتعنا كثيرا هذا رائع حقا سوف نلتقي في المرات القادمة إلى اللقاء أحسنتم يا صغاري